السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن الاية اللي بتقول ان يسرك فقد سرك اخله من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له طيب السؤال التاني سألته سيدنا يوسف هو في السجن طبعا هو وبعت مع السخي اللي كان هيسل الملك تمام وقال له اه بتذكرني عند عند ربك كلمة ربك هنا معناها ان هو صاحبك اللي هو الملك يعني محدش يعني يفتكر ان ربك ده اللي هو اه ربنا لا اذكرني عند ربك فانساه الشيطان اللي يذكر ربنا لما هو شاف سيدنا يوسف بيلجأ لحد تاني غيره طبعا عمد اه ان هو ينسي الساقي اللي هو بتاع الملك خنتون علشان سيدنا يوسف في وعد في السجن كتير طيب هنا الساقي اللي ما افتكر وقال اه لفرعون ان احنا عندنا حد يقدر يفسر الرؤية دي فقال له روح لي وهاتوا فسيدنا يوسف اصر ان هو ما طلعش من السجن الا لما حدد برقته السؤال التاني كان عن الايه دي تمام ارجع الى ربك فاسأله ما باله للنسوة التي قطعنا ايديهن ان ربي بكيدهن علي ايه علاقة النسوة بالكيد هي مش زليخة اللي اكادت لسيدنا يوسف وهي اللي اوقعت بي وهي اللي روضته عن نفسها ايه علاقة بالنسوة هنا طبعا حضرتكم جاوبته عالسؤال بتقول ان زليخة قالت لهم برضو مش مش حل او مش دليل حد شاف الواقعة طيب هقول لكم على 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 تفسير الايه دي وانا مش شيخ ولا حاجة بس انا واحد كنت بقى رسال صورة سيدنا يوسف كنت الايه دي بقف عندها والحمد لله بحثت وجبت كتب وقرأت كتير جدا لما درت اجاوب عن نفسي وحاولت ان انا اوصل المعلومة دي لكم طيب النسوة دول ما لهم زليخة طبعا لما انتشر الخبر ان هي روادات يوسف على نفسه اول حاجة يعرفوها ان زليخة سيدة عظيمة جدا 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 مش زي المسلسل مشبهها وان هي امرأة باغية وامرأة بتدور على الشهوة اطلاقا اه اه وهقول لكم في 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 تاني زليخة عملت كده لايه وايه الاسباب اللي خلتها تعمل كده هو مش هي مش دوافع هي حتى قالتها في اخر القرآن قالتها في اخر الصورة وما يقبر نفسي ان النفس اللي امرت بسوق هيقات كده ليه هيقات ليل وما ابرق نفسي في سبب خليها تعمل كده وهي بتقول برضو اداة مش عزر ليا اشتبس محدش يسمع الفيديو الجاي ان شاء الله ويقول بكل واحدة عنده الظروف دي هيعمل كده طيب النسوة بقى زليخة كانت بتخافع على نفسها جدا 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 مني نشر الخبر اصلا مني نشر الخبر هو الساقي اللي كان عن زليخة والخباز اللي هما الاتنين كانوا في السجن مع سيدنا يوسف وبعد كده بعثتهم مين عشان تعاقبهم بعثتهم للملك ازاي انت بتعاقب حد ودي قصر الملك ايوها نعرف ازاي بعد كده ان شاء الله هي اللي خلتهم اوقعت بهم ان هما يروحوا السجن طبعا القصة طويلة جدا جدا سيدنا مش عشانك ربنا قال احسن القصص نحن نقصوا عليك احسن القصص فلازم اتوغلوا فيها جماعة حتحبوها جدا اكتر من انتم احبنا طيب يبقى عشان يعرف بس مني نشر خبر عن زليخة الساقي والخباز هي زليخة معرفت اتجنلت بتخافع شكلها جدا 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 لانها كانت طيبة وكانت عزيزة وكانت عفيفة هو موقف سيدنا يوسف الوحيد اللي في حياتها الخرج عن السيطرة طيب عاملت ايه بقى او 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 جابت النساء بتوع مصر كلهم او صحابها يعني تمام فلما علمت بمكرهن ارسلت اليهن واعددت لكل منهن متكا لو الاااة صحة القصة بتقول ان هي جابت سيدنا يوسف الاول جهز للمجلس عملت ايه جابت النساء اللي هي في طلاتين سنة اللي هما بقى في عز شبابهم التلاتينات هتطلن في الصف الاول اربعين خمسة واربعين هتطلن في الصف التاني اللي هما ستين وخمسين اللي هما هيفتنا بيوسف برضو هتطلن في الصف الاخير يعني اصغر النساء هتطلن في الصف الاول اللي هما مين اللي هيقون قدام Um C kommen يوسف مباشرة عشان تعرفت الزلايخة زكية جدا جدا جدا. وهقول لك الاية ليه سيد نيوسف طلب شهادة النسوة. وقالت له ايه? وحطت خلت خلت الخدم يحطه كله قدام كل واحدة منهم سكين وطبقة فاكهة. وقالت لي يوسف ما تخرجش علي بالطبقة الفاكهة بتاعي الا بعد ما عمل لك خبطة اتنين مرة ايه? ما تسمع الخبطة التانية. وقالت ليهم هما ما تكلوش او ما تقشروش التفاح او البرتقان او اي كان اللي قدامهم الا ما تسمعوا الصافة دي مني. تمام? تمام. حطت الفاكهة قدامهم. وبعدين خبط خبطة بدوا يقشروا في الفاكهة اللي قدامهم. والخبطة التانية راح سيدنا يوسف خارج من الممر قدامهم. والقرآن بقول كده. والقرآن بقول كده. فلما رأيناه اكبرناه. يعني ايه اكبرناه? فكرت فيها? شفت الشهقة دي? هي دي. الشهقة دي. وكلنا ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. يعني ده مش بشر. الشهقة دي هيدي اكبرناه. مشاء الله هو اكبر طبعاوا مش مش عندهم اله معين. مصر entrance في الوقتها كانت بتتكلم عن بعدد الالهة. اله الجمال. اله للخير. اله للنار. اله للشر. اله للمية. سيدنا يوسف اخنى تون امن الحثم الرابع اللي هو اول اله او اول حاكم مصري يدعو تعبات الله واحد هو كان اخنى تون اللي هو هو امن حثم الرابع. اللي هو كان مع مين? مع سيدة يوسف في الوقتي ده. اللي هو هو الا وضع الصغير كان معنى في صلى الله عليه وسلم ما كبر بقى. هو مش كان من يقتنع ان فيه لها كتير. مش كان ما كان بيحب شكهلة المعبد. المهم. فلما رأيناه اكبرناه. يعني مشاهقوا كده. هو ده. فايه بقت ايه ايه? فذلكن الذي لمتنني فيه. هو ده اللي انتم بتقول لي زلايخة بتروت فادها عن نفسه. شايفين عامل ازاي? شايفين? هقول تاني زلايخة عاملتش كده عشان يوسف الجميل بس. اطلاقا. تمام? هنقول السهب بعد كده. طيب. ايه اللي حصل بقى اللي القرآن بقى طبعا الخطوط الرفيعة اللي مجيبها. كل واحدة من اللساء دول بالترتيب. رحت لزلايخة. قلت لها سيدتي. اديني الفرصة ان انا راح اقنعه لك. انا عندي ابن الاساليب اللي تخليني. اخي اخلي يوسف يركع لك هنا ويقنع لك ويقنع كده. طبعا زلايخة بتحب سيدنا يوسف جدا. قلت لها ماشي. واحدة تلوة الاخرى. واحدة واحدة سيدنا يوسف في الممر لواحده جوا. كل واحدة بعد ما تروح تقنع سيدنا يوسف عشان يردخ لزلايخة بدأت تغريه هي كمان. عشان كده هو تطلب شهادتهم. هي دي الاية بقى. والقصة تقول كده. ان هي واحدة قالت له عندنا آآ عندي جنايم وعندي حدائق وعندي بستين وعندي وعندي وعندي. تمام? وانا 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 وانا. المغريات يعني والراية بتقول كده ان فيه منهم كشف عن صدرها واللي كشفت عن فخذها ومغريات. هي دي هو ده الاية هو عشان كده طلب ايه? طلب آآ آآ شهادتهم. ده ليه ما قالش زلايخة? سيدنا يوسف كان متعاطف مع زلايخة جدا جدا جدا. وانو كانش عايز هو يعرف ان هي بتحبش التشهير بيها فما طلبش هاي وشهو عايزة النسوة بس عشان يبرقوه. لكن هي لما استمعت قالت خلاص الاية نحص حصل حق انا بقى هقول الحقيقة. تمام? ليعلم اني لم اخنه بالغيب. اصده على مين? على جزهة. وده برضو هنقول تاني زلايخة عملت كده ليه? مش بنبرر. بس هنقول السبب عشان انتو انت بتقرر الصورة هتحبها اكتر من انت حبيبها. يبقى ده ده ايه? ده? ايه السبب ان سيدنا يوسف آآ طلب شهادتهم? ان هما كل واحدة بالترتيب. راحت له. تيجي زلايخة تقول لها انا. اللي تخلص مع سيدنا يوسف تيجي وتقول لها انا افشلت. عدت. اللي تيجي لبعدها تقول لها تبقى انا راح اقنعه تروح. بقى ما تقنعه لها بتحط نفسها في موقف اللي ايه? الاغراء اللي ايه? وتحاول تغريه وتوقعه. لكن سيدنا يوسف طبعا حتى ما وصفوها لها قال لها ده 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 حجر. تمام معناه? ده حجر وده مش يعني مش مش مفيش احساس خالص. لكن هو طبعا النبي. تمام? وهتكلم في موضوع ان شاء الله بعد كده. ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه. الناس هنا اول ما تسمع الادي بتفكر ان سيدنا يوسف لان او خلاص كان هيقع في المحزور. لكن ربنا بعث له واحد. ده هتكلم في الفيديو الجاي ان شاء الله. يبقى ساب تفسير الادي ان سيدنا يوسف طلب شهادة النسوة لانهم واحدة واحدة. راحوا عشان يرودو كمان عن نفسه وهو استعصم. كمان تخيل واحد في او حد طبعا النبي معصوم من ربنا. تمام? ده سبب ان هو طلب شهادتهم ان هو عارف ان كل واحدة من دور راح ترودو عن نفسه في الممر لوحده. ولكن هو استعصم هو كمان رغم المغريات ورغم ما ظهرنا من اجسادهن اجسادهن. وبرضو عشان كده طلب ايه? اه شهادتهم عشان كده اسمه اه فرعون او اخناتون طلب كلهم كلهم قالوا حشاء الله ما يعلمنا عليه من سوء. حاولنا نروضو كتير جدا جدا لكن هو من النوع اللي ما موقعش في الاغراء. هو ده سبب الاية. ان شاء الله الفيديو اجي ان شاء الله. هكلم عن ولقد همت به وهم بها. واللي بعدها هتكلم عن الساقي والخباز. اللي كانوا اصلا في قصر زلايخة. اللي وديهم للملك. وزلايخة وديتهم للملك ليه? حد غلطان في ايه اودي للملك عشان يتنعم. لأ. ده بالعكس. دخلوا السجن الاتنين. واحد منهم مات والتاني تكرم. وهنا اعرف هي اوديتهم منك ليه? وعملت ايه بعد كده? ياريت لو الناس تستفيد من معلومات دي. نكمل في القصة دي عشان القصة ديات. انا كنت بقف عند الهيات دي وبقف فيها وبشوف في حاجة هنا نقصة والحمد لله حاولت اوصلها. فلو عارف المعلومة اقول تمام مش عارفها قول اول مرة عارفها عشان الحصة جاء الفيديو جاء يقول لكم عن ولقد همت به وهما بها فيها كلام كتير جدا 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 جدا. ان شاء الله. وليه اصلا عزيز مصر رجع في الوقت ده مع انه كان قدامه اسبوع لما يرجع من السفر. وسيدنا يوسف اصلا كان بصاحبه كل رحلة علشان يروح معاه وليه هي وليه هو في الوقت ده قاعد مراحش مع الرحلة دي. وليه اصلا عزيز مصر رجع تاني يوم على طول مع انه كان هو يقعد اسبوع في الرحلة دي. اللي هو وقت اكتشف الايه? الخيانة دي. او فعل زليخة على الباب. هنقول له الفيديو جاء ان شاء الله. سادعكم الله وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.